بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم العشرة صباحا النهاردة بداية جديدة وحلم جديد النهاردة هيكون معانا ضيف جديد النهاردة موسم جديد وشكل جديد النهاردة لما يكون جواك حلم أو هدف أو طموح أو بصمة عاوز تحطها جوا مجتمعك لما يكون جواك مكان فاضي نفسك تملأ بأحلام وبطموحات نفسك تخليه جنة تروي نفسك وتروي بيها بلدك لازم تدور على نوعات القوى في جواك لازم تدور على كل حاجة كويسة تبني بيها نفسك النهاردة هيكون معانا ومعاكم ضيف جديد هيكون معانا ومعاكم شاب جديد نموذج من نمازج اللي احنا بنفتخر انها موجودة وسطنا حد بدأ حياته وكمل مشواره ونجح قبل ما نتعرف على ضيفنا بالأول بنقدم تهنئة للسياد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده اللي كان يوم 19 نوفمبر وبنقول لها سيادة الرئيس شكرا لك انك اعتحت المجال للشباب انهم ينجحوا وينتجوا ويبنوا نفسهم شكرا لك انك وقفت جنب مصر في الوقت اللي كانت مصر فيها الضيئة شكرا لك انك ادتنا الفرصة ان احنا نوفيكون في مكاننا اللي احنا موجودين فيه دلوقتي في امن وامان من غير ما حد يحاربنا ولا يخوفنا ولا يرهبنا النهاردة هيكون معايا زميل جديد النهاردة هيكون معايا حد هيقدم الحلقة معايا ويكون معانا في حلقتنا معانا لأستاذ محمد محمود ازايك أستاذ محمد؟ منورني اهلا وسهلا بحضراتك وعزائي المشاهدين ان شاء الله بإذن الله مسم جديد لبرنامج جديد العشرة صواحن تحت أمر حضراتك وموجودين معاكوا بأمر الله في كل حاجة بعد تهنيت السيد الرئيس بعيد ميلاده هنهني منتخب مصر الأوليمبي بصعود والأوليمبياد وكمان صعوده لدور النهائي في أمم أفريقيا ومعانا ضيف جديد النهاردة والستاذ كريم محمد واحد من الشباب اللي قدروا يبني نفسهم والشباب اللي عملوا نفسهم بنفسهم وزي ما بنتكلم على طول في المشروعات وفي إدارة المشروعات ان احنا قادرين ان احنا نعمل كل حاجة بنفسنا قادرين ان احنا نقف على رجلينا قادرين ان احنا نقوم كل الصعودات أهلا وسهلا بك أستاذ كريم أهلا بك وصباح الخير عليكم وصباح الخير على المشاهدين جميعنا مبروك طبعا لمنتخب مصر نتمنى نرفع كاس أفريقيا في بلدنا تمام سعيد جدا أنا موجود معاكم إن شاء الله نحضر منورنا النهاردة ويعني احنا فخورين دايما بنامزج الشعابر زي حضرتك يعني دايما احنا بالله قدامنا شباب كتير بيضياء وقتهم بيضياء حياتهم بيضياء أحلامهم في حاجات تفهم صحيح احنا الأول عاوزين نعرف المشاهدين بالأستاذ كريم محمد عرفنا بنفسك أنا 32 سنة بكارويس إدارة أعمال بدأت حياتي أو بدأت شغلي إن أنا نزلت اشتغلت في شركة عادية جدا في مجال الالكترونيكس أنا كم صغري كمان أنا بحب الالكترونيات بشكل عام بحب أشوف إيه الجديد إيه التكنولوجي الموجود بدأت أن أنا اشتغل في شركة عادت فترة يعني سنة تقريبا لقيت قدامي فرصة وأنا شغال فيها صفر للسعودية تمام طبعا زي أي حد نفسه يكون نفسه نفسه يحقق حلمه نفسه في حيات كتير طبعا رحت للفرصة الحمد لله عملت انترفيو اتقابلت اشتغلت حوالي 8 سنين في السعودية قدرت ان انا يعني اعمل حاجة ما كنتش يعني كنت اعملها في مصر بس على سنين أكتر وهو ان انا اسيف شوية فلوس بحيس ان انا اعمل حاجة لتموحي ومشروعي وده حلمي وانا صغير ان انا اكون يعني نقدر نقول ان انت خط الصفر كسلمة مش كهدف يعني كسلمة انك تبني بها حياتك وتبني بها مشروعك اللي هو شركة بلوتك اللي احنا يعني اسمعنا عنا وده لما انت سفرت يعني ما خدتهاش ان الموضوع بالنسبة لك انا هفضل هناك عمري كله زي ما نشوف ناس كتير بتعمل تبدا انا هضيع عمري كله في السفر او السفر ده هدف بالنسبة لي لا ده كان سلمة او تجربة استفدت منها وتعلمت منها زي حاجات كتير في حياتك بحيث انك ترجع تبني ببلدك كنت حاط في دماغي دايما اني اجلا او عاجلا هنزل لبلدي هابدأ تاني من السفر طب ليه ما بدأش من السفر ابدأ بحاجة برأس مال حتى لو مشروع صغير وابدأ ان انا اكبر فيه وحقق طموحي وحلمي وده المهم بالنسبة لي هي دي كتنقطة البداية نقطة البداية اللي احنا دايما بنلعب عليها وبندور عليها كل حاجة في حياتنا الخيط اللي بنبدأ نمسكه من البداية عشان نبدأ نوصل فيه للنهاية فبدايتك كانت ازاي بدايتك في المشروعات كانت ماشية ازاي انت هاللوقتي اتكلمت على انك انت سفرت بره عشان تعمل سيولة وبتاعدين ترجع تبدأ في بلدك احنا مش بنشجع الشباب على فكرة السفر مبدايا احنا بنقول لهم ابدأوا هنا ابدأوا لو حتى من تحت الصفر عشان تقدر تاخد السلمة من البداية للنهاية احكي لنا عن بدايةك كانت ماشية ازاي والله انا يعني انا كنت محظوظ ان انا اشتغلت في شركة بواحدة من افضل شركات في سعودية في المجال الالكترونيات بالاخص اديتني خبرة كبيرة جدا ده خلاني يعني زادت طموح عندي ان انا يعني طب ليه انا يعني حتى لو انا في مبلغ بسيط معايا وعندي خبرة فبدأت ان انا طبعا خدت قرار نزول نزلت اول ما نزلت انا خلاص هو موضوع مقرر ان انا يعني ابدأ مشروعي الخاص تمام طبعا ما نزلتش كده فتحت على طول لا يعني اخدت فترة حوالي سنة يمكن اكتر كمان ان انا ادرس السوق كويس خصوصا ان انا برا مصر بقى لي فترة بدأت ان ادرس السوق بدأت ان انا اكون communication او علاقات في البداية لان انا في طبعا بعض العلاقات مع السفر زي ما حضرك عارف شوية بيبقى الموضوع صعب بالضبط كده بدأت ان انا احط عيني على مكان معين اقول ان انا المكان ده كويس درست المكان ده كويس هي دي نقطة الاساسية اللي احنا بنتكلم عليها في إدارة المشروعات صحيح الدراسة الميدانية للمكان بزبط لما تبدأ تختار مشروع لازم تبدأ بتحدد على اساسه انت بتعمل ايه او هتختار الحاجة دي بنانا على ايه والمكان ده هينفع ولا لا الكساب السكانية اللي فيها تنفع ولا لا فدي نقطة من النقطة اللي احنا بنلعب عليها في إدارة المشروعات هيعمل دراسة جدوى؟ دراسة جدوى فيها حاجة كتير مش بس دراسة جدوى فيها بالضبط كده فراءة كتير دراسة سوقية، دراسة تنفيذية، تنظيمية إنك بتدرس كل أبعاد المشروع أهمهم طبعاً أو بداية من المكان اللي انت اخترته طيب يعني نحن دائماً بنقول إن الواحد لما يؤمن بقدراته ويؤمن بمستقبله يؤمن بالحاجات اللي ربنا وهبهاله يمكن الضفر اللي معنا كان بالنسبة له الموضوع صعب في البداية سافر واشتغل في مصر واشتغل بره مصر وكون مستقبل وحط خطة دايماً كنت أنا بتكلم قبل كده في البلان يكون عندك بلان أو خطة بتتكلم فيها إنك يكون عندك أحلام أنت مؤمن بيها دايماً أكيد حدك سافرت بره وشفت المشاريع بره بتشتغل إزاي ومشاريع جوه في مصر بتشتغل إزاي دلوقتي بقى بعد الخبرات دي كلها والبداية اللي انت بتديتها كويس تقدر تقول لنا مجالك حالياً في الشغل إيه وإزاي إذا بتتطور من نفسك أنت خلاص حطيت رجلك على السلمة أنت بدأت المشروع بتاعك واشتغلت بيه إزاي إنت بقى بدأت تتطور من نفسك وإيه الحاجة اللي انت بتشالست فيها اللي انت متخصص فيها قوي في شغلك وبتحب أنك تطور فيها بالنسبة يعني أنا شغال بشكل عام في الأجهزة الكاربية طبعاً مجال الأجهزة الكاربية كبير جداً وواسع جداً محتاج رأس مال أو محتاج سيولة جامدة جداً بس خلينا أقول لحضرك إلا أنا بتميز فيه دلوقتي أو إلا أنا بحاول إلا أنا أبوش عليه إن أنا أقدم خدمة عاملة كويسة تمام؟ أقدم منتجات مش موجودة يعني موجودة بس مش معملوها ماركتنج بشكل كويس منتجات مصرية كتير محدش يعرف عنها حاجة دي بحاول إلا أنا أظهرها بشكل كويس يعني هدفك الأساسي إنك أنت تظهر بلدك بشكل كويس ده صحيح يعني هدفك الأساسي إنك تعبت واشتغلت وسفرت تلسل شباب 32 سنة بدأت المشروع وربنا كرمك أول حاجة بتفكر فيها مصر أول حاجة بتفكر فيها البلد مش زي الفشل اللي هم أول حاجة بتفكر فيها إنهم يهدوا البلد لا ده إحنا نفكر نبني البلد هو ده اللي بيشتغلوا بينجح بيفكر كده صحيح بل بالعكس يعني خلينا أقول لحضرك محتاج أنت تدرسها كمان يعني أنا لما جيت فكرت مثلا في بعض المنتجات اللي أنا أتميز فيها عن حد تاني أو عن منافس تاني كنت كان لازم أن أدرسها بشكل كويس أشوف الفيلباك بتاعة العملة هل فعلا المنتج ده كويس يستحق إن أنا أشتريه وهكذا وعرف طبعا مشاكله أو إيه الصعوبات اللي هتكون قدامي طبعا عند كل مشروع في الدنيا صعوبات صحيح ومعوقات إيه بقى الصعوبات اللي وجدك في البداية وإيه اللي ممكن تقدمه للعميل بتاعك بحيث أنك تجذب للانتباه لك أنت أنك أنت الشخص اللي يبقى هو رايح يجيب منه منتج بص يعني من ضمن الحاجات أو من أهم الحاجات بالنسبة لي الصعوبات كانت الانتشار أنه أنا مش معروف أنا شخص فتح مشروع وفي مكان جديد وفي مكان جديد بالزبط كده بالإضافة أن مجال زي ما قلت حضرتك مجال إلكترونيكس كبير جدا فيه يعني ناس تقيلة جدا فعلشان أنت تظهر نفسك بشكل كويس محتاج تعب كتير فده كان يعني من ضمن المعوقات بس يعني بفضل ربنا بحاول أن أنا تأقلم عليها وحاول أن أنا يعني أتماشى مع الموضوع بحيث أن أنا جات لي مثلا حاجة أو جات لي أن أنا مثلا في بعض المنتجات ظهر مثلا فيها مشاكل فبالتالي بقدر أن أنا يعني أضيف مسلا يعني أتلاشى مثلا المنتجات ديت تمام وأبدأ في حاجات تانية طبعا إحنا لازم يكون لنا ديسكاوند أو خصم من أي حد طبعا من طرف البرنامج لحضرتك لازم يكون لي حاجة لازم يكون لي ديسكاوند معين أكيد طبعا ده شيء يشرفني جدا طبعا إحنا دايما الواحد لما يكون له حلم بيحارب عشان دايما إحنا بنتعلمها أو تعلمنا في بلدنا أن دايما أي حد له حلم لازم يحارب عشان ولازم يشتغل ويتعب ويجتهد لازم يستمر لازم ميرمش الحملة على البلد وعلى الظروف وعلى المشاكل دايما في بعض الناس الفشلة أو اللي ضياء عمرهم بيرموا دايما زي ما نقوله كده يحطوا فشلهم على الشماعة بتاعت البلد طيب أنت نموذج ناجح وشاب وزي أنا من أسرة بسيطة وأهلك ناس يعني طبقة الوسطة أو طبقة المتوسطة إزاي بقى الدولة والحكومة في الفترة الأخيرة بعد سورة 36 وجود الرئيسة بتفتح سيسي وسطنا إزاي حصل ديك دعم وإزاي الدولة دفعتك لقدام ونجحت في مشاريعك ونجحت في مجالاتك خلينا أقول لحضر لك أن فعلا الكلام ده مظبوط حتة الدعم دي موجودة فيه كمان فيه بعض الأجهزة لو قدر أذكر مثلا زي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الجهاز ده أنا بالفعل أنا تعملت شخصيا مش كلام أنا تعملت معي ناس ممتزة جدا بيساعدوك في حاجات كتير حتى قبل ما تبدأ المشروع لو حابب أنت تعمل يعملو لك دراسة جدوى المشروع يقدروا يساعدوك يعني دعم مادي ولا دعم معنوي اللي اتنين اللي اتنين يعني دعم مادي ودعم معنوي بالدولة ومن الحكومة يعني بتساعد الشباب في الناحياتين دعم مادي ودعم معنوي مش بس زي ما بنسمع أن الحكومة بتكسر مقادفنا الدولة بتفرض عينا حاجات تخينا عرفش نشتغل احنا جايبين لكم نماذج من الشباب اللي بدأت واشتغلت والدولة من ضمن الضلوع الرئيسية في نجاحها تمام صحيح وده زي ما قلت حضرتك ده بالفعل أنا شفته وموجود في يعني في أغلب محافظات مصر كفروع اللي هو تنمية مشروعات الصغيرة المتوسطة أنا مقتنع بحاجة أن كل واحد فينا لميزة هو عنده يعني يكاد يكون يعني أو معظم ناس مش عارفاه مجرد ما تعرف الميزة اللي عندك تمام هتقدر تبني عليها انت عايز إيه صح فبالتالي هتقدر انت تروح للطريق اللي انت عايزه أستاذ كريم لا بعد النقطة مهمة جدا هي اقتساب الخبرة برأس مال غير اللي هو أخذ سكة دي نقطة ازاي تعلم المجال ويبدأ يمشي فيه وفي نفس الوقت عمل جزء من المال أو من رأس المال اللي بدأ يلعب عليه وبدأ يكمل بعد كده على المشوار بتاعه يعني هي اقتساب الخبرة برأس مال غير دي نقطة مهمة جدا أو من أهم نقاط المشروعات بشكل عام يعني انت تكتسب الخبرة نفسها في مجال معين وانت ما بتدفعش فلوس بانت تشوف الحاجة اللي انت بتحبها وتروع عليها وتبدأ تتعلم يمكن معنا الصور بتاعت الأستاذ كريم على الهوى دلوقتي بتاعت الشركة بلو تيك وهو عاملنا عرض مخصوص لأي حد هيروح من طرف البرنامج من عندنا للمكان دوت وهياخد خصم معين هيقول له بس احنا طرف برنامج العشرة صباحا بأمر الله هو هيتقول لي خصم معين وهدية كمان وهدية كمان بس يعني خلينا اقول لحضرتك النصائح اللي أنا يعني اللي مشيت بيها مشيت بيها بزبط كتب اعرف انت بتحب ايه وشاطر في ايه وانس انت عرفت انت شاطر في ايه هتبني عليها حاجات كتير يا الفكرة انه هو يتجه للمكان السليم يعني انت مثلا اتجهت الالكترون هو انت حابب المجال ده فبالتالي انت روحت عليه روحت له معاك رأس مال ما معاكش رأس مال حتى مجرد انك تكتسب الخبرة عن طريق المكان ده او عن المجال ده لو رحت لحد وقلت له انا عايز اشتغل ببلاش لمجرد ان انا اكتسب الخبرة هو ما عندوش مال خلينا كمان اقول لحضرك وسائل التعلم موجودة الوقت بشكل كتير جدا عندك وقت كتير او عندنا كلنا لو خصصت بس ساعة او ساعتين خلينا في الكسل احنا بنكسل لدرجة ان احنا مش بنبقى عالفين حتى هنشرب لو المكان قدامنا فيه ميا سيري يعني مش هنش هنكسل ان احنا ففجرة الكسل في الشباب في الايام اللي احنا فيها او من فترة فاتك كبيرة وده اللي مخلي عندنا حاجة اسمها بطالة اصلا احنا بنتكلم بنقول ان ما فيش اسمها بطالة البطالة دي حاجة احنا اكتسبناها بس عشان تبقى شماعا نعلى عليها الفشل بتاع صحيح بس خلينا اقول لحضرك لو فعلا يعني حتة الساعة ديت او نوص ساعة وتفر انت تحتحدد ايه تخصصه بس لتعلم انت بتحب ايه مثلا بتحب التكنولوجيا هو دائما الشباب او الناس اللي عاوزة تنتج او تعمل مشاريع او بيفكر انه يعمل حاجة بيبص الاخر خطو فيفكر ان الانجاز ده سهل يعني يفكر انك اعدت في مكانك وانا اعدت في مكاني هنا رسول محمد اعدت في مكانه في مكان زي اي ده ده سهل او يفكر انه مثلا فلان ده ركب عربية او فاتح شركة او مشاغل عنده موظفين ده سهل محدش بس لبداية التالية او محدش شاف وعمل ايه عشان يوصل للمكان ده او محدش ما كنت بتشتغل محدش شافك وانت يعني وانت مثلا في يوم الايام ما كنتش لقي تمن الاكل اللي هتشتريه محدش شاف في يوم الايام وانت مثلا طبقت يومين تلاتة بتزاكر او بتشتغل او بتتعب تمام دايما يمكن في شغلنا من قبل الناس تقول لنا والله الدكاترة جزرين والدكاترة معاهم والدكاترة محدش كان مع الدكتور ده سبع ثمان سنين هو بيذاكر محدش كان مع التاجر او صاحب المعرض زي حضرتك وهو سافر وراح وجه وربنا اعلم كان بيحصل ايه في الغربة هناك من تعب ومعوقات اه يعني فاهمني انت زي كفاءة انك غريب برا فدايما احنا عاوزين منك زي بنقول كده الشباب الشباب بتاع مصر اللي احنا دلوقتي عندنا الميت مليون او ميت مليون الميت مليون دول نصوهم شباب ازاي بقى نستغل العدد الكبير ده اننا هنحط طوبة كل واحد فينا هنحط طوبة انه يبني البلد دي انا كنت تكتلس بكلم حضرك في حتة التعلم التعلم هو انت فعلا لو خصصت نص ساعة انا خليني انا هقول لحضرك سريع عن كده نقاط بسيطة تمام لو خصصت نص ساعة انت هتقدر تتعلم حاجة انت بتحبها مجرد ما انت اتعلمت الحاجة دي انت هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتروح لها تمام ده يعني علميا بيقولك ان انت تتفكر في حاجة او حلم او طموح او كده هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتبعت اشارات لمخك هتوصلك للحاجة دي وفيش يا باب كمان مش متعلمة يعني الناس اللي واخدها مؤاهل متوسط برضو بتبقى قعدة مسكدة كشماعة برضو اللي هي مش هاش وظيفة ومهاش حاجة تاني فالناس دي لازم لها مليون كلمة مش كلمة واحدة لازم الناس دي تطلع برا النصاق اللي هي عاشة فيه لمجرد ان هما حصلين على حاجة زي كده احنا اغلبنا كده بس الفكرة كلها ان هما مازالوا قاعدين وحطينها شماعة لهم ان هما علاقة عليهم فشلهم ومعدتهم احنا مش بيقول ان الناس فشل احنا بنقول الناس اتحركوا بنقول للناس السعي ورا اللي هو هو الحاجة اللي دايما بتخليك انت اللي كذبها سواء اذا كنت كسبت او ما كسبتش لازم تتحرك فعشان كده دايما بنطلب من الضيب نصيح للشباب في الخطوات اللي هو مش فيها عشان الناس تعمل زيه او مش لازم تعمل زيه تعمل اللي هما شايفينه صح بالنسبة لهم عشان يقدر يوصلوا الحلم صحيح هو يعني هتحارب لازم هتحارب كتير على فكرتك هتحاول تشتغل على نفسك كتير تمام ما تقولش لا انا وصلت لكذا فانا خلاص يعني كده ده اخر لا فيه لسه فيه حاجات تانية انت مش معنى انت فتحت مثلا مشروع او جات لك فكرة تمام انت وصلت لا انت لازم تكمل سفرت لا انت مش دي مش نهاية العالم فبشكل عام فكرة السعي زي ما قال سيد محمد فكرة ان انت تبدأ بنفسك المسابرة ان انت تكون تشتغل بالظبط تشتغل على نفسك وتشتغل ما هو ده يكون لما الواحد يحب نفسه قبل بلده بالظبط انه ما يبقاش عائلة يعني انا بستغرب لما لقي شباب 20 و 22 و 23 و 24 امكان في بعض اولا الامور من فترة كان حد بيكلمني بيقول لي انا مرتبي ومش مكفيني قلتوله انت عندك كم عيل قال لي عنده 3 قلتوله تبقى التلاتة بيعملوا ايه قال لي واحد بيشتغل واتنين ما بيشتغلوش لسه بتعلموا قلتوله بيتعلموا ايه بيدرسوا ايه يقلف كلية تجارة واحد والتاني برضو مخلص تقريبا مؤهل متواصلة وحاجة زي كده قلتوله تبقى هم ما بيشتغلوش ليه نايمين في البيت مسترين لما عندهم 26 سنة 27 سنة عشان يبدأ لسه هييدور على شغل انت وصل لك الصورة ازاي صحيح ما بيشتغلوش ليه قال لي ما هم لما خلصت عليهم وطولها باشد يعني هو بيروح الجامعة كمين في الاسبوع طيب هو طيب الايام اللي هو نام فقه في البيت دي عادته على القهوة ولا على الصايبر ولا الكام ده كله ما تجيش بقى تقول البلد ما هي البلد هتعمل لك ايه البلد هتأشر لك الاكل وتحطه فوقك يعني احنا بنتكلم احنا شباب امكن احنا شباب واكبر حد فينا حضرتك 32 سنة امكانا 26 وعشرين سنة محمد برضو تقريبا 26 فاللي هو حاجة يعني ايه السن صغير كلنا يعني في التلاتينات والعشرنات فالناس دي مضيئة حياتها في ايه يعني الناس دي مضيئة حياتها في ايه دكتور مقابلة يا دكتور في ناس بتكلمنا يعني الناس بتتواصل معنا عن طريق شهور لنا احنا الخاص بتبدأ تقولك انا طالب وعايز اعمل حاجة لنفسي معايا 1000 معايا 2000 معايا 3 كنا بنحاول يعني احنا لنا اولويات اولوياتنا الحد المخترب الست الكبيرة اللي مفيش عاقليها الطالب اللي هو بنحاول يجتهد على انا بتكلم في ده ان شباب بتضيعوا حياته في ايه يعني انتو بتضيعوا حياته في حاجة هم مش فاهمنا اللحظة اللي بتعدي عمرها ما هترجع تاني واللي بيفوت من عمرك مش هيجي والفرصة دايما اقولك حاجة دايما الواحد هو بيشتغل او بيدور في مصر بالزيت يعني ممكن انت صفرت وعرفت انا واحد من الناس رفض فكرة السفر تماما انا والدي على فكرة ما سفر بره وشغال بره بس هيق قصة كلها في ايه ان انا واحد من الناس رفض فكرة السفر تماما اعني لما باشتغلنا في مصر بتتكابل في حاجات وفرص وفي دايما الناس مختارع يعني في شباب مختارع حاجات كتير بتعرف افكار فهمنا انت ازاي يعني حضرتك مثلا ممكن تديني فكرة انا ابدأ بها مشروع يكونوا محور تغيير حياتي كلها صحيح فهمت انت ازاي دايما احنا ما بنعمل بالاستمرار بالاستمرار دايما بتوجه الشاب للحطة الصح دايما بتوجهها وبتدي له اختيارات هو بيشوف الاختيارات الحاجة اللي على مقاسه بيلبسة ويمش صحيح بس المشكلة ان احنا دايما مستنيني الجديد يعني طالما انت بتلاقي قدامك حد بيديك المعلومة بلاش بتفضل قاعد مستنينيج وديت لما يفضل يديه لك يديه لك كتير 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 ففي الاخر هو قاعد مش بيامل حاجة في الاخر انت ما تعبش فيها هو ما تعبش عشان كده ما بيقدرش يحط الخطوة الاساسية بتاعته انت يعني دايما الواحد بيحاول انت دايما تكون مستعد الفرصة علشان الفرصة هتيجي ومش هتتناك فايا كان بقى يعني صفر شغل بوزيشان انت حتى خدته او هتاخده في شغلك خبرة هتكتسبها وهكذا فدايما تحاول تستنى الفرصة او تكون جاهز للفرصة وانسى انها جت انطلب بس يا دكتور احنا كنا بنيدي مثلا لحد من الشباب اللي كانوا مقابليني في طريق فمرة عايزين يسافروا فالكان شخصية كان شاب مثلا بتحوالي 40 سنة فبيقول لي انا مسافر راح مكتب سفريات فقلت له طب خليت معاي لو انت جيت النهاردة سي تفتح ورشة ملابس تكلفة عن النهاردة مثلا 25 ألف جنيه سفرت انت برق اعتلك 5 سنين عملت مبلغ وجيب بعد 5 سنين هل يطار رأس المال السابت اللي هو في الموادات بتاعت ورشة الملابس هتفضل زي ما هي 25 فانت ليه ما ترميش الفلوس دي من دلوقتي تعمل لنفسك اسم على مدار 5 سنين لا تغربت ولا بعيدت عن أهلك ولا عشت أيام انت من تشعر لكن ما اللي تغرب عارف عارف تعمل عشان كده احنا ما بنصحش الناس بفكرة السفر السفر ده أسوأ حاجة ممكن لواحد يجربها لأنه بيضيع من عمره كتير خلينا أقول لحضرتك يعني كل حاجة وليها مقابل فانت لازم تحط في حسابك دا انت مش بتحط مقابل واحد دا انت بتحط مئة مقابل تحت بند السفر ده بالضبط بتتخلى على حاجات كتير جدا كل وقت فتاقنا جيري بسرعة واحنا كنا سعداء بوجودك معنا جدا 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 ودايما أنا بفرح لما بلاي حد من الشباب وحد بيدينا احنا أمل إن بكرة فيه كويس وإن في مصر ناس بتشتغل وبتبني عشان خطر البلد دي أنا يمكن في نهاية الحلقة النهاردة بحب بشكر الأستاذ كريم على وجوده معنا وإن شاء الله دايما فيه شباب زيه هيبنوا مصر وشباب زيه هيكبروا مصر وبدأ أقدم الشكر للناس الكتير اللي موجودة وراك كاميرات في الكنترول اللي معنا دايما اللي بيدعمونا وتعبوا عشانا وقدمونا وأول الناس دي طبعا شركة الصلايت شركة الإنتاج اللي هي كانت سبب وجودنا هنا الأستاذ مصطفى بدران أستاذ سامر بدران مافيا الإعلام زي ما بيقوله وطبعا بيحب بركلهم على قناة على القناة الجيدة اللي هم هيفتحوها بإذن الله وطبعا فريل أعداد اللي معايا الأستاذ محمد أحمد والأستاذ مارينة عدلي والمخرج المبدع الأستاذ واليد عمارة الناس دي طبعا تعبان معانا وطبعا أستاذ ياسمين اللي بتصورنا الناس دي طبعا تعبان معانا جدا وكل يوم احنا بنجي هنا نتعبهم وهم بيشتغلوا معنا وبيقدمونا في أحسن صورة استنوني كل يوم خميس الساعة عشر ونصف صباحا أنا للأستاذ محمد محمود وضيف جديد معنا وحد جديد معنا إن شاء الله وهنقدم لكم نمازج جديدة للنجاح والطموح حاولوا تتعلموا حاولوا تشوفوا الناس اللي بنجيبها وتعلموا بدأوا إزاي وبدأوا زيهم وابنوا البلد دي طحية مصر مع السلامة